السلام عليكم معكم مسكاندي الجاهرة في درس اليوم راح نتعرف كيف نسوي أخياطة أكياس مسك أبيض معطر الملابس درس تدى السهر راح نحتاج إلى خيوط و مسك وأيضا قماش خيش لأنها أسهل في التعطير وأيضا ورق كورنيش لتزيين فقط بداية القماش الخيش يكون مقاس 8 سنتيمتر في 8 سنتيمتر يعني مربع صغير جدا راح أول شي نخيط ثلاث جهات من المربع عن طريق المكينة ونخيطها بعيد عن أطراف تقريبا نص سنتيم ونخيطها مرتين ثم مرات حتى يتبك لأن قماش الخيش يتفكك بسرعة أنا استخدمتها لأني أحب الرستيك في القماش لأن كده استخدمت الخيش الآن بعد ما خطنا نقص قص الأطراف بيبطء بسهولة ثمين نقلب القماش طبعا لما تقسكسوا الأطراف انتبهوا وما توصلوا للخياطة بعيد بايد حتى ما يطلع لكم الأطراف تكون شوي يعني تكون أسهل في القلبة الآن عقوم ما قصصنا الأطراف بهدوة وببساطة نقلب القماش ونبدأ نحط طبعا لما تقلبوا تقلبوا شوي لما تقلب قوة لما تقلب قوة راح كل القماش الآن عقوم ما قلبنا راح نجيب الكورنيش أو الورق الشفاف الملون ونقص مربع أكبر من مربع أكبر من ثمانين في ثمانية أنا قصت مستطيل تقربين خمانطاعش في ثمانطاعش وهذا المستطيل ممكن تخلونا مستطيل ممكن تخلونا مربع مربع في ثمانطاعش مربع ومستطيل أقبما قصيت المستطيل طبعا هذا عرصة لأريكم بيكون أصغر جبت المسك من أقرب من العطارة وبشرته داخل الكورنيش بعد ما بشرت كمية اللي أحتاجها أمسك الكورنيش وأحطها في الوسط اللي تفهمون أسوي في كورة وأدخلها داخل الكيس اللي سويته في الخيش بعدها الجزء المفتوح أبدأ أقلوبه مثل ما تشوفون وأخيطة حتى أزمة طبعا الخطة في خيط تطريز لأنه ما عندي أي شريطة في البيت كل شرايطين خلصة فاستخدمت خطة تطريز حتى أزمة بكوة مثل ما تشوفون هنا وانا أزمة الآن بعد ما انتهيت من الزم أخر شيء أدخل الإبرة حتى أخفي نهاية الخياطة وأقصها ما تشوفون كيف دخلتها من بين الزم ثم طلعتها بعيد وقصيتها بكلا يختفي أطراف الإبرة وبكذا أكون انتهيت من خياطة كيس ميسك معطر وحطيه في الدولاب وتمتع بروحة رائعة لدولابك ولملابسك أتمنى أن الدرس سهل وبسيط وقابل التطبيق المباشر أشوف كومنتاتكم لايك سبسكراب لو لسه ما اشتركتوا في القناة وأعطوني اقتراحات لمقاطعة تدريسية أخرى حابيني تشوفونها ومستقبلا شكرا جزيلا لكم أراكم لاحقا بإذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة